في موقف اعتبر محاولة مبكرة للتنصل من المسؤولية قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينيل بلاسخارت إنه ليس من مهام البعثة الدولية منح المصداقية للانتخابات في العراق لكنها ترغب بانتخابات نزيهة بلا ترهيب ومشاهدة مشاركة شعبية واسعة من قبل الناخبين خشية التكرار ما حدث في العام 2018 تصريح اعتبره مراقبون إقرارا أمميا بأن الانتخابات السابقة في العام 2018 كانت مزورة بعد أن شهدت مقاطعة شعبية واسعة وفقا لفريق المراقبين البريطاني بلغت نحو 83% مما يحق لهم التصويت لأسخارت كعادتها منحت الأحزاب الطائفية الحاكمة مبررا لبقائها في السلطة إذ قالت إن المطالبة باستقالة المسؤولين الحكومين الحاليين ليس حلا عمليا نظرا لعدم وجود ضمانات بنجاح من سيأتي بدلا عنه كما أوجدت بلأسخارت الذراع لفشل حكومة الكاظمي بزعم أنه لا يمكن إزالة الفساد بين ليلة وضحاها لسيما أن الحكومة لا تملك عصا سحرية لأسخارت لم تنسى تبرئة نفسها أيضا بعد أن اتهمها المتظاهرون بالتواطو مع السلطة الفاسدة حيث اعتبرت لقاءاتها بزعماء الميليشيات الطائفية وما سمته بالمباحثات خلف الأبواب المغلقة بأنها أمور تصب في مصلحة العراق وشعبه دون أن تعترف بأنها شرعنت بذلك سطوة الميليشيات الطائفية لاسخارت كانت المديح ضمن بيانها المطول للسياسين الحالين وأشارت إلى أنهم حريصون على محاربة الفساد والعمل من أجل الصالح العام لولا البيئة المعقدة للعراق بحسب تعبيرها مواقف وبيانات البعثة الدولية في العراق باتت من الواضح بأنها بعيدة كل البعد عن الواقع وفقا لمختصين أكدوا أنه كان من الأجدر بهذه البعثة أن تكون على قدر المسؤولية ولا يكتفي مجلس الأمن الدولي بتجديد مهامها فحسب بل واستقراء حديث الشارع العراقي الذي فقد نحو 80% منه الثقة بقدرة العملية السياسية الحالية على إحداث تغيير في واقع العراق الحالي وفقا لاستطلاع كشف عنه معهد غالوب للدراسات فضلا عن صرخات آلاف المتظاهرين في الساحات والميادين والذين أكدوا أن العراق فاقد للسيادة في ظل احتلالين أمريكي وإيراني ترجمة نانسي قنقر